تعيش بلدة العوينات العكارية الحدودية أياما من الرعب نتيجة قضائف الجيش السوري التي تتساقط في شكل عشوائي على منازلها وفي خراجها على لسان أبنائها عبارة واحدة تتردد العناية الإلهية أنقضت أصحاب المنازل التي أصيبت في شكل مباشر في الأيام الثلاثة الماضية والتي تضررت في شكل كبير ما كنت هنا أنا ما كنت لبيت نشكر الله وهذا السيد اللي حمتنا وحمتها الضيعة ما حدا نصار له شي نشكر الله نحن أصلا نحن في الله وفي الجيش نحن محل نحن كلنا عسكري أصلا نحن كلنا عسكري متقاعدين الطرقات كما المنازل زنرتها القضائف العشوائية حالة من الهلع والخوف يعيشها أبناء البلدة الحدودية التي عاشت هدوءا يوم الاثنين إذ غابت عنها القضائف العشوائية بعض ممن سقطت القضائف قريبة منه أصيب بحالات عصبية نفسية أكيد أنه هلأ صرنا نخاف الأول ما كنا نخاف بس هلأ صرنا نخاف لأنه شي عشوائي شي ما نو مزبوط أنه ضيعة مسالمة ضيعة ما بتأذي ما فيها شي لا يعني بيصير هيك ما معرفنا يقول أبناء العوينات أن لا ذنب لهم بكل ما يحصل سوى أن بلدتهم الحدودية مقابل لبلدات سورية تشهد معارك عنيفة تقع بلدة العوينات اللبنانية على الحدود تماما مع سوريا يفصلها النهر الكبير الذي أقام الجيش السوري عليه سواتر وطرقات ترابية عسكرية في مقابل العوينات تظهر بلدة الزارة السورية التي يحاول الجيش السوري سيطر عليها منذ فترة فالمعارضة السورية ما زالت تسيطر على هذا الخط الممتد من زارة حتى قلعة الحصن وبالتالي فإن محاولة مجموعات التسلل من الحدود المتداخلة بين لبنان وسوريا يؤدي لاشتباكها مع الجيش السوري الذي يقوم بالقصف العشوائي لعدد من القرى اللبنانية الأمنة ضيعة ماين بيئة للمسلحين وما قالوا المصلحة يأربوا مننا لأنه ما فيه تقريبا لأنه في الجيش وفي المتقاعدين وفي شباب الضيعة ما قالوا المصلحة يمرؤوا عندنا أهالي البلدة يناشدون سلطات لبنانية التدخل مع السلطات السورية لمعالجة جدية للقصف الذي يطاول العوينت